عايز تكلمني على عبدالقادر وإمام عشور اللي انت قلت هتتكلم ماشي عبدالقادر نبتلي ببعض اللقطات أنا من المباراة للذهاب قلتلك عبدالقادر هيبتلي يفرد نفسه على مرس الكولر لأنه هو ابتدأ يقتنع يقتنع إنه لازم يلعب كورة إن الكورة مش بتاعتي الواحدي إن أنا مش جايب الكورة من البيت وهروح بيها بعد المطش إن أنا لازم أشتغل مع المجموعة لما ابتدى يرسخ هذه القناعات اللي كان كولر بسببها استبعده تماما بقى يطلع بره العشرين وما بيخشش قائمة النادي الأهلي ابتدأ يشتغل مع المجموعة النار ده تتفرق عحمد عبدالقادر بيعمل بيكمل بيقطع فرقصية بيصنع بيدخل جوه الملعب بيشتغل جناح وفتح الخط معالي معلول على المجابها أنا عايز إيه تانيم الجناح عايزه يعمل كل ده هو عمل كل ده ليه؟ لأنه شوف كل كلمة أنا قلتها لك قلتلك بيأسست فأحمل عبدالقادر لما وصل للقناعة إنه هيبقى شكله حلو وهيبتدي يرجع لعب تاني لأنه عنده الموهبة يرجع تاني يلعب ويرجع ياخد مكان أساسي ويشكل خطر كبير جدا على حسين الشحات وعلى رضا سليم في الجبهة للشمال للنادي الأهلي لما ابتدأ يلعب نشوف اللقطات سريعة عشان الوقت أنا عارف بيجري منك عبدالقادر يا شباب القطات بتاع تحمل عبدالقادر هتلاقيه موجود في كل إماكن الترك على دي بيدخل في العمق بيشتغل عطار في معالي معلول بيصنع بيودي أسام أبو عالي في انفراد بيودي تاو في انفراد بيعمل جابهة ممتازة الشط الأول للنادي الأهلي ناحية الشمال معالي معلول بيقطع في كرة صعبة جدا نادرة ما بيشوفش عبدالقادر كتير بيسجل بص هناك كريم وداخل انسايد بيشتغل كرجل ناحية الشمال كرجل صنع لللعب البنتريشن بتاع عمر راحت الكرة بكنا عمر راح كان بطيء شوية في الحركة فما الحقش الكرة دي لكن عملت خطورة لنادي الأهلي بعد كده كرة من رأسية نادرة لأحمد عبدالقادر كل ده تركيزة كريم من رأسية نادرة مشابهة لكرة الهدف السجلة محمد عبدالقادر لكن المرات اللي كان قطعك كان أحمد عبدالقادر فالعيب لما يعمل كل ده بالنسبة لي حتى لو ما سجلش حتى لو ما صنعش بشكل مباشر لازم اقول له برافو عليك انت رجعت على التراك تاني اللي خلى الرأي انت أكبرت الراجل رغم عودة حسين الشحات ورغم وجود ريدا سليم انه يلعب أحمد عبدالقادر في المباراتين مازم بي وزهابا ايابا